بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين المهام الأدائية الرسمية للصف الرابع الابتدائي الدراسات الاجتماعية والرياضيات والتكنولوجيا في يوم واحد إن شاء الله نعملهم بالتفصيل وطبعا الامتحانات بتاعة الأمس أو أول أمس كانت الحمد لله من اللي احنا بنقوله بالضبط تمام؟ علشان كده إن شاء الله نشرحهم بالتفصيل بعيزين الواضي يركزوا معنا وقبل ما نبدأ الشرح بنحب نشكر الناس اللي بتتي دايما معنا في التعليقات وهم شهيرة بتقول إن الشرح جميل وهي فهمة الحمد لله ونور أحمد بتقول شكرا على الشرح الجميل ده وكمان جانا عادل حجازي بتقول تلمزتك المتوفقة بالتوفيق يا جانا بعدين حازم فتحي شكرا لحضرتك والجزاء والله وخيرا وإياكم آآ دعاء نفهمتها قوي شكرا آآ برضو آآ ريناد بتقول شرح جميل جدا وبعدين سامح بيقول ألف شكر ووفرت علينا كتير بالتوفيق رغد يوسف بتقول برضو الشرح جميل آآ سجدة بتقول موجودة معكم وهو ماشي يا سجدة نورتينا كمان رحمة بتقول في حسين رحمة هنا مروان شكرك على مجهودك وبعدين آآ بيري بتقول ازايك يا مستر الحمد لله آآ بعدين سيد سيد ربنا يجعلك بزر حسناتك آآ ان شاء الله جميعا آآ بعدين عمر جزاك الله خيرني مستر وآآ مشارحة ممتاز وعلا بتقوله بصراحة فعلا علا مبروك ورانيا بتقول جزاك الله خيرا وبعدين آآ مانا محمد آآ برضو عزة آآ كله ان شاء الله ربنا نوفقكم جميعا ابو حبيبة آآ وعمر جي جي وابو حمادة وايمن وايمن تاني ايمن حامد واحمد آآ معتز ومحمد صلاح وأشرف قطب وسامر زيتون وايمان آآ ايمان بده ايميل ايمان بس هو وانس بيقول شكرا انا اسمي انس وايمان برضو بيقول وانا برضو سيف معانا برضو وعيشة بتقول انا اسمي ملاك الرحمن آآ بعدين آآ هنا بقى آآ رانا شرحك آآ جميل آآ عبدو بيقول بافهم منك بس اللهم صلى على سيدنا محمد طبعا جميل جدا اللي فكرنا بسيد النبي صلى الله عليه وسلم آآ رودي احمد بيقول انا احمد ومريم هنا بتقول مجهود ممتاز وتسبيح طبعا ايوة تسبيح معانا على طول ومحمد اشرف هو ومحمد صابر آآ بعدين آآ شكرا لك يا مستر انا اسمي زياد ماشي بعدين آآ بنتبع حضرتك من زمان واسمها ريتال ماشي ريتال جميل وفاطمة الزهراء الله اسمي جميل فاطمة الزهراء آآ بعدين جزاك الله خيرا وهنا رماس كانت بحاجات كتيرة بقى انا بنراها فوقت الرد عليها ان شاء الله آآ بعدين بعدين آآ اللهم صلى على سيدنا محمد ايوة هنا بقى برهان حسن محمد وآآ سما سعد احمد وآآ ياسين برضو بيقول شكرا عالتعب آآ ايميل تيتو بتقول نجانا وفهمت جدا آآ علاء بيقول السلام عليكم وعليكم السلام اروه بتقول جزاك الله خيرا وحسين معنا وعشان ما نطولش على الشرح طبعا شايفين مية اربعة وثلاثين تعليق فطبعا صعب نقول ده كله عشان بس نخش في الشرح يلا نتوكل على الله على الشرح يلا نبدأ بي المهمة الاولى وهي الاماكن التراسية والسياحية في بلدنا جايب لي صورتين وبيقول لي اعرف لي فين الصورتين دول الصورة الاولى فيها كده خشب على شكله صخور والصورة التانية قلعة ومعروفة ومشهورة اول حاجة عاوز اسم المكان ده واسم المكان ده طبعا المكان الاول هنقول له محمية الغابة المتحجرة طب والمكان التاني المكان التاني لسه لما نخلص كل حاجة في المكان الاول نرجع نشوف المكان التاني اسم المكان قلنا محمية الغابة المتحجرة نوع التراس ده بقى التراس احنا عندنا نوعين ثقافي وطبيعي الثقافي حاجة عملتها ايد البشر والطبيعي حاجة بتاعت ربنا طيب الغابة المتحجرة ده يبقى ده تراس طبيعي لان هما ملهمش فيه دخل تمام اهميتها ايه اهمية الغابة المتحجرة بالنسبة لنا طبعا قال لي ان هي فيها مجموعة من الاشجار المتحجرة يعني شجرة على شكل حجر كده تمام او على شكل قطعة صخرية استوانية وكانت علينا بدرس في سنة تالتة العربي لو انتم فاكرين طيب بالنسبة لنوع السياحة المرتبطة بيه السياحة ايه السياحة طبعا انواع فيه سياحة ترفيهية وسياحة ثقافية او سياحة دي سياحات كدير فطبعا دي سياحة ترفيهي اللي بيروح هناك بيرفعها نفسه ويشوف الاماكن دي اما المكان التاني هو قلعة صلاح الدين ودي موجودة في طابة وطابة في مصر طبعا طيب قلعة صلاح الدين نوع التراث بتاعها ايه طبعا دي مش طبيعية مش طالعة لوحدها لا دي بانت بنا يبقى ايزا ده مش هيكون طبيعي ولكن هيكون تراث ثقافي تراث ثقافي اهميته ايه دي بقى اهم نقطة القلعة دي محطوطة في مكان قريب من خليج العقبة علشان تحمي ما هي القلعة دي زمان كانوا بيبنوها ليه علشان تحمي المكان اللي هي فيه يعني محدش يقدر يدخل المكان ده او يهجب عليه علشان كده تأمين خليج العقبة والبحر الاحمر من الاعداء الاعداء اللي بتيجي تهجب من خلال البحر لا القلعة دي فيها جنود وقفين بيحموا المكان ده كان الاول يعني طيب كمان حماية الطرق البرية والبحرية بين مصر وجيرانها تمام طيب نوع السياحة لا مش ترفيهية دي بقى دي سياحة ثقافية لان ده تراث ثقافي والناس بتيجي تتثقف وتاخد معلومات من الاماكن دي تمام طيب المهمة التانية كيفية الحفاظ على التراث الوطني ايزي اتنين من السلوكيات اللي بنحافظ بهم على التراث الوطني بتاعنا وبعدين صمم ملصقا دعائيا للترويج لزيارة احد المناطق الاسرية والسياحية في محافظتك فهنقول له اول حاجة عدم تناول الطعام والشراب بجانب القطاع الاسرية هنا ما ينفعش ان احنا ناكل اكل هناك ونسيب باقي الاكل ده اماكن بتيجي تزورها السياحة وما ينفعش تكون ملوسة طيب التانية اتباع قواعد الامن والنظافة داخلها مرميش حاجة اخش من هنا اخرج من هنا قواعد الامن طيب بالنسبة للملصق هنكتب فيه تحتوي محافظتي على العديد من الاسار التاريخية لذا عليك المجيء لزيارتها والتقاط الصور معها هو بيقول لي سمي دعاية ادعي يعني اعمل كده زي ما يكون اعلان علشان الناس تيجي تزور للمكان بتاعك او المكان اللي فيه الحاجات دي فهنعمل اعلان ونكتب دولة مثلا بخط جميل او نكبرهم او نصغرهم ونزبطهم كده في نص الايه في نص مثلا الصفحة فممكن نزبط مثلا الخط بالشكل ده علشان يكون مثلا ايه على هيئة اعلان ونرسم صورة مثلا للقلعة للكنيسة المعلقة بالقاهرة ليه مثلا معبد الفيلة باسوان زي كده قلعة صلاح الدين يعني قدامك كذا صورة الاهرامات وبالهول والجيزة صور كتيرة او تقدر ايه تقدر ترسمها او تقدر ترسم اي رسمة وتكتب تحتيها اسم المكان اللي موجود فيه المحافظة يعني انت لو بصيت اول اتنين من القاهرة بعدين اشتغلنا على الجيزة بعدين على اسوان فاي محافظة عادي ينفع فيها هكيدا يكون فيها حاجة ايه اسرية طيب المهمة التالتة المهمة الادائية سكان مصر بيقول لي اقرأ الجدول التالي ثم اجب جدول جايبهولي بيقول لي سنة 2017 لحد سنة 2021 عدد السكان بالمليون كانوا 94 في 2017 وثمانية طيب وفي 2021 بقوا 102 مستعينا بالجدول السابق اكمل الشكل البيان المقابل مقترحا عنوان له عايز نكتب عنوان للشكل هنا وهكمل يعني هنا بيقول لي 110 مليون ده هيبقى مثلا في سنة كام طب تعالوا نحط العنوان الاول ونقول ايه العنوان بتاعنا طبعا هو بيتكلم عن التعداد السكان فمونكم نقول له التعداد السكاني في مصر تمام طيب انا عندي هنا 2017 في الرسمة و2021 فهطلع بخط من هو 90 الف ليه طب انا وصلت لل 90 قصد 90 مليون عشان الارقام بالمليون هنا لان في 2017 كانت 94 مليون يبقى معنا كده الخط اللي انا هطلعه من 2017 لازم يزيد على دي علشان يكون 94 يعني بالشكل ده كده هو فهو زاد عليها حبة اللي هي الاربعة مليون اللي فوق التسعين لان الحد الخط ده 90 مليون طب 2021 كنا كام كنا مية واثنين يبقى انا هشتغل لحد المية كده اعمل خط عند المية وفي نفس الوقت اطلع فوق المية بحبة صغيرة علشان اعرف ان انا كده زدت عن المية مليون تمام وبكده ابقى اعملت الشكل ايه الشكل بتاعي تعالوا نخش على باقي المهمة بيقول لي احسب الفرق بين عدد سكان مصر عام 2017 و2021 طبعا هنعمل حزبة رياضية عادية هنقول له ان احنا في 2021 كنا 102 مليون طيب هنقص منها ال 94 مليون و8 طبعا هتجي 7 مليون واثنين نسمة 7 مليون نسمة الفرق 7 مليون يعني اللي هو بنده وبنده طيب من وجهة نظرك ما اثار الزيادة السكانية على مصر هو ايه سبب الزيادة السكانية دي هنقول له هو عايز هنا الاثار اللي هتترتب على الزيادة السكانية يعني لو قلنا سببها هنقول سببها مثلا كسرة الزواج المبكر وكسرة الانجاب يعني حاجات كتيرة نقدر نقولها في اسبابها هو مش عايز الاثباب هو عايز الاثار المترتبة يعني لما زيادة الزيادة السكانية تزيد ايه اللي هيحصل هيؤدي ذلك الى انتشار الامية يعني تبقى الناس جهلة تعرفش تقرأ وتكتب وهو ما فيش مكان في المدارس ثم يؤدي الى انتشار البطالة البطالة يعني مش متوظفين ما فيش شغل ما فيش وظيف نوظف فيها الناس لان الناس كتيرة الخرافات في المجتمع حد يضحك علينا ويقول لنا ده سحر لا ده عفريت لا ده مش عارف ايه فكل ده ممكن يحصل بسبب ايه بسبب موضوع الزيادة السكانية الخطوة الخامسة ما توقعتك لعدد سكان مصر بعد عشرة سنوات يعني احنا في الفين اتنين وعشرين عايز اقول لك في الفين وثلاثين الفين اتنين وثلاثين السكان هيبقى شكلهم عامل ازاي طبعا هنقول مع قيام الدولة بعمل تنظيم للأسرة وتوعية الشباب اتوقع استقرار نسبي في عدد السكان في المستقبل يعني هيكون ايه هيكون قليل شوية عن المعدل الزيادة اللي بيحصل لان الدولة دلوقت شغالة عن نقطة دي تنظيم للأسرة واستقرار في الاعداد وكده يعني تمام المهمة اللي بعد كده جايب لي مجموعة من الصور بيقول لي لاحظ الصور دي ورتب اسمائها على طبعا كنا عملنا المهمة دي في المهمات اللي كانت مش تبع الوزارة بس كانت هي نفس الايه نفس الصور وكده في الفيديوهات القديمة فطبعا عايزين نرتبها من القديم الى الحديث حسب العصور التاريخية مسجد محمد علي والأهرامات الوبلهول وحصن بابليون وبرج القاهرة ودير سنت كاترين طبعا اقدم حاجة بتاعة العصر الفرعوني هتكون على طول مين الأهرامات وابو الهول هي اقدم حاجة ما هو بيقول يرتب من القديم الى الحديث طيب العصر الروماني ايه اللي تبع العصر الروماني طبعا اكيد هيكون حصن بابليون وبعدين العصر الفرعوني وبعدين العصر الروماني العصر القبطي ايه اللي كان تبع العصر القبطي اكيد طبعا دير سنت كاترين واقدم دير او اقدم الاديرة في مصر العصر الإسلامي طبعا كان فيه مسجد محمد علي وأخيرا في العصر الحديث كان موجود برج القاهرة يبقى كده جبناهم من الأديم إلى الحديث نكمل المهمة بتاعتنا اكتب أهمية تلك المناطق الأسرية والسياحية للاقتصاد في مصر أهمية تلك المناطق إيه أهميتها؟ هنقوله جذب العديد من السياح كمان زيادة الدخل القومي كمان المصدر الأول للعملات الأجنبية طب يعني إيه؟ هو أنا لما جيبت سياح كتير في مصر هيفيدوني؟ أيها هيفيدوني هيفيدوني إزاي؟ زيادة الدخل القومي هو إيه الدخل القومي ده؟ يعني هما هيشتروا حاجات بالفلوس اللي معاهم وهينفعوا الطيران بتاعنا يبقى كده هيزودوا الفلوس اللي دخلها للبلد يعني تمام؟ وإيه المصدر الأول للعملات الأجنبية؟ يعني مثلا إحنا لما بنشتري حاجة من برة بنشتريها بالدولار طب الدولار ده مش عملتنا لأن إحنا عملتنا الجنيه مثلا فالسياح لما يجوا بيشتروا حاجات بالدولار بتاعهم يبقى إحنا بنستفيد بالعملات الأجنبية بتاعتهم تمام؟ طيب اختر أحد المواقع الأسرية والسياحية بالصور السابقة اللي إنت شفتها يعني واكتب مقترحيني لتطويرهما عشان نحطهم لليونسكو يعني اسم المنطقة الأسرية ممكن نختار منطقة الأهرامات وبالهول طب هتطورها إزاي؟ هنقول له مثلا نجعلها متحفا آآ مفتوحا يعني على شخص بيسبق الزيارة مفتوحة والناس تخش وكده يعني تمام؟ يعني اتطورها حسب منظمة اليونسكو برضو ما تشوف طيب اتنين من السلوكيات للحفاظ على المناطق الأسرية نحافظ عليها إزاي؟ طبعا هو هنا يعني بيزود حاجات إنشاء مامشة للسياح وكده طيب عدم تناول الطعام بجانب الأسار ودي قلناها قبل كده وهنقول كمان عدم الكتابة برضو على الجدران إن أنا ما عودش أكتب هناك وشهبت وكتي بإسمي للذكرى والكلام الفاضي ده تمام؟ طيب نيجي بعد كده نخش على المهمة اللي بعديها المهمة الأدائية مجلس النواب بيقول لي اقرأ المادة أدنى يعني اقرأ الحاجة دي وبعدين أجب على الأسئلة بتاعتها اليمين الدستوري لعضو مجلس النواب وطبعا ده جاوبناه برضو في الفيديو القديم لأنه كان موجود من الدستور المصري إن هو يقول إيه؟ يعني مثلا أي عضو هيمسك حاجة في البلد عضو مجلس الشعب والعدو ولا عضو أي حاجة بيقرأ القسم ده أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأراعي مصالح الشعب وأحافظ على استقلال الوطن استخلص من المادة يعني من الكلام اللي فوق ده اتنين من صفات عضو مجلس النواب هنقول له طبعا رعاية مصالح الشعب لأنه أقسم على كده وكمان الحفاظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه علشان هو لازم يحافظ على أرض الوطن تمام؟ طيب اكتب سنين من مهام عضو مجلس النواب هنقول له بقى المشاركة في وضع قوانين جديدة ده مش موجود في القسم ولكن إحنا واخذين مجلس النواب وعارفين المهام اللي بيقوموا بيها إنه هو بيسن قوانين يعني نقدر نقول له سن القوانين تنفع عادي تمام؟ أو تمثيل أهل ديرته وحل مشاكلهم إنه هو بيحل المشاكل بتاع المكان اللي هو فيه طيب ثلاثة لو أتيحت لك الفرصة علشان تكون عضو بمجلس النواب اللي هما جماعة اللي بيحطوا قوانين ويحلوا مشاكل الناس عن المحافظة بتاعتك اللي إنت فيها قلنا بقى على مشكلة موجودة في المحافظة بتاعتك ووضح الدور اللي يمكنك القيام به لحل هذه المشكلة يعني إنت إيه شايف المشكلة في البلد بتاعتك ولو إنت مسؤول ولو إنت حد كبير هتعمل إيه؟ نحن ممكن نقربها شوية ونقول لك لو إنت مدير المدرسة وشايف إن فيه مشكلة في المدرسة هتحلها إزاي؟ وعاوز يقول لك كده يعني تمام؟ طيب هنقول له بقى مثلا مشكلة تلوس المياه العزبة ودي حاجة موجودة في كل مكان من الصرف الصحي آآ طبعا نحل إزاي المشكلة دي بقى؟ قال لي وضع قوانين تجرم أو يعني تجرم تخلي الموضوع ده جريمة تصريف مياه الصرف الصحي في المياه العزبة يعني مثلا فيه بيوت كتيرة بتبقى موجودة على نهر النيل وعلى البحور وفيه بحيرة فيه بحور كتيرة زي البحر اليوسفي موجود في صعيد مصر في كذا قرية بيمر عليها وفي كذا محافظة برضو فطبعا فيه ناس بتعمل إيه بقى؟ يروح يرمي الزبالة بتاعته فيها والصرف الصحي الحمامات يرمي في البحر والحاجات دي فطبعا ده غلط فدي مشكلة حلها ايه بقى؟ ان احنا اللي نشوفه عامل كده نعمله قضية كبيرة ونحبزه فيها مثلا يعني عاوز يقول لي اعمل كده طيب هنا بقى المهمة الأدائية سكان محافظتي مهمة اللي بعد كده بص على الخريطة اللي عندك هنا بقى بيقول لي بص على الخريطة كده وأجب على الأسئلة يتراوح عدد سكان محافظتك من كذا إلى كذا مليون نسمة حسب هو هنا طبعا الداني قال للمحافظات اللي هي باللون البنافسيجي دي اللي هي مثلا زي القاهرة والجيزة والسويس يتراوح من تمانية إلى عشرة طب اللون الأحمر شوية اللي هي زي الشرقية هنا والبحير وكده دي من ستة لتمانية مليون طب بالنسبة للوناطق الصفرة اللي هنا اللي هي من واحد اللي هي زي المينيا وأسيوت وسوهاج من طبعا واحد لستة من اربعة لستة ملايين نسمة بعدين البهتة خالص اللي هي إنا والقصر وجنوب سينة والحاجات دي كلها من اثنين إلى اربعة ملايين نسمة طيب انت شوف محافظتك لو انت المينيا يبقى انت هينطبق عليك من اربعة لستة لو انت جنوب سينة هينطبق عليك من اثنين إلى اربعة لو انت مثلا الجيزة هينطبق عليك من تمانية لعشرة ماشي؟ فهو بيقول لي بقى يبقى انت تبع محافظة ايه؟ فانا مثلا هعتبر نفسي تبع اكبر من انواع المحافظات مثلا وهقول ان انا من تمانية لعشرة مليون نسمة او اعتبر ان نفسك مثلا تبع الجيزة او الشرقية وروح ايليله ايه بقى من اربعة لستة مليون نسمة طيب تتشبه محافظتك مع محافظة ايه من حيث عدد السكان؟ لو انا خدت العدد الكبير الاول اقول له القاهرة والجيزة طيب لو خدت العدد الصغير التاني من اربعة لستة ده اقول له مثلا الدقاهلية الشرقية كده يعني تمام؟ طيب او المينيا وقصيوتو كده لان كلهم نفس المعنى زي ما قلنا هنا بقى بيقول لي الجدول اللي انت شفت ورده والخريطة اللي كانت معاك حدد المحافظات المجاورة لمحافظتك وعدد سكان كل منها فانا مثلا هبص على الخريطة اللي هو قال عليها هو المحافظة المجاورة مثلا هقول له بجيزة واقول له من تمانية مليون نسمة مثلا اسيوت واقول له مثلا خمسة مليون نسمة تمام؟ ودي بقى ايه المحافظات المجاورة وعدد السكان واقول له مثلا الشرقية من ستة لتمانية مليون ضمياط من واحد اربعة مليون الغربية وهكذا على حسب المكان اللي انت فيه يعني بيتجوب كده بس انت احفظ دولة مثلا على شاشة بعرفهم تبع الخريطة طيب حدد من وجهة نظرك اسباب زيادة حجم الاسرة في الريف عن الحضر ليه؟ اسر الريف اكبر شوية طبعا هنقول له والله علشان الزواج المبكر وكسرة الانجاب طيب هنا بقى صمم لوحة ارشادية تدل على ضرورة تنظيم الاسر طبعا نكتب بنفس الطريقة اللي احنا كتبنا بها تنظيم الاسرة يساعد على صحة المرأة ويساعد على تعليم افضل لابنائك طيب المهمة اللي بعد كده بيقول لي لاحظ الصورة التالية ثم اجب بص في الصورة كويس طبعا دي شكلها كده سنضيق الاقتراع اللي هي ايه بتاعت الانتخابات بيقول لي صح وغلط بقى تعتبر الصورة عن ممارسة المواطن المصري لحقه الانتخاب يعني انتخابات طبعا هنقول له دي اجابة صحيحة لان فعلا الصورة صورة انتخابات طيب من وجهة نظرك ما اهمية ممارسة الفرد لحقه الانتخابي كده اطلعنا من صح وغلط خلاص هنا عايزك تكتب ايه وجهة نظرك في الموضوع ده هنقول له طبعا ده يساعد على بناء مستقبل افضل للوطن ان كل واحد ياخد حقه يبقى دي حاجة كويسة طيب ماذا يحدث اذا امتنع المواطن عن ممارسة حقه الانتخابي يعني ما رضيش يخلوك تروح تنتخب يعني منعوك الحق هنقول هيؤثر على تقدم وازدهار الوطن يعني مش يخلي الناس ايه الوطن يبقى مازدهر الناس يبقى مدايئة من بلدها وكده طيب بتقول ايه اللي زميلك اللي تعرف اللي هو مثلا عن المشاركة في الانتخابات المدرسية يعني هو ايه مرضيش يشارك يعني طبعا هنقول مثلا اه انصحه بان هو يشارك من اجل تعليم افضل واختيار الاصلح يعني زي الانتخابات اللي بنعملها في من الرائد اللي فاصله كده طيب المهمة اللي بعد كده لو اتيحت لك الفرصة لاستخدام احدى وسائل النقل في الماضي زمان يعني فاي وسيلة نقل ستختار ولماذا قال لي مثلا اختار مركب الملك خوفه في النيل طيب ليه لانه من اعظم وافخم مراكب المصريين القدماء فبكتب سلسلوكيات ايجابية للتعامل مع هذه الوسيلة يعني عشان احافظ عليها تجنب الجزر في المياه حتى لا يصطدم بها المراكب يعني الامواج الكبيرة في نفس الوقت عدم الابحار في يوم في عصفة عشان المركب ما يغرأش وتلقت تعلم القيادة جيدا عشان احافظ على ايه على المركب ده تمام؟ طيب بعد كده رتب وسائل الاتصال على الخط الزمن التالي من القديم الى الحديث الاتصال اللي هو ايه انك انت مثلا تبعت رسالة لواحد او تبلغ رسالة الحد فدلوقتي جايب ليه ترى كنت بتبلغ هالو ازاي يعايزين احنا من الايه من القديم الى الحديث بالدخان ولا بالحمام الزاجل ولا بالاصوات العالية ولا بالانترنت ولا بقرع الطبول ولا بالبريد ولا بالهاتف طبعا هو قال لي اول حاجة الدخان الدخان دي هقولك مثلا انت مقعت في مكان ومش عارف تطلع منه تروح مولى حاجة كبيرة ودخان الناس اول ما تشوف الدخان تعرف ان في حد كده محتاج ان احنا ننقذه طب هتقول لي مش هيفهمه الكلام ده لا زمان كانت هي دي الوسيلة المتاحة طب بعدها على طول ايه الاصوات العالية ان يسمع اصوات الحاونيش عارب ايه يبقى كده ايه في حد بينده عايز النجدة طيب بعد كده قرعوا الطبول لما حد يطبل في مكان معين يبقى كده ده محتاج ايه مساعدة طيب بعد كده الحمام الزاجل ودي نوع من الحمام كانوا بيربطوله الرسالة في رأبته وهو يروح يوديها المكان معين سبحان الله يعني ربنا اللي عمل لهم كده بعد كده البريد انك تبعد جواب في البوستة وهو البوستة توديه بقى على حسب ما يوصل والهاتف طبعا الهاتف التليفون انك تبعد رسالة في التليفون وتوصل على حسب الشبكة الانترنت احدث حاجة انك انت بتكلم الشخص ويكلمك مباشرة وتبعت له الرسالة فعشان كده هو ايه اجدد او احدث حاجة تمام طيب هنا بقى بيقول لي اه لو اتيحت لك الفرصة لاستخدام احدى وسائل النقل في الماضي فاي وسيلة تختار ولماذا؟ طبعا ممكن نقول له وسلا ايه؟ ده هنا بيتكلم عن وسائل الصنفحات نقول له العربات الحربية ليه؟ لان تسميمها رائع والمصريين القدماء استخدموها في طرد الهكسوس من مصر ثلاث سلوكيات ايجابية الوسيلة دي احنا يعني هنا اخترنا وسيلة تاني غير اللي هناك يعني طبعا ايه؟ عدم استخدام الهاتف اثناء القيادة ما ده في الوضع الحديث عدم تناول الطعام والشراب اثناء القيادة الصير في مسار محدد تمام؟ ودول احنا ايه قلناهم ووضحناهم تمام؟ طيب كده يبقى وصلنا لنهاية الدراسات وشكلها طويلة شوية فهنكمل الرياضة والتكنولوجيا في فيديوهات تانية وهنسيب رابط الحل ده تحت الفيديو والتوفيق للجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته